السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أبنائي درسنا اليوم عن الدعاء فهيا نبدأ نعلم يا أحبابي أن خالق الكون ومدبر أمره والذي يرزق مخلوقاته كلها هو أحسنتم إنه الله تعالى هو من خلق الكون وهو دبره وهو الذي رزق مخلوقاته فهو الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو وهو الذي لا تنفذ خزائنه أبدا ولا يستغني عنه أحد من مخلوقاته لذلك فهم دائما ما يلجأون إليه بالعبادة لأن الله هو نعم أحسنتم هو الصمد الذي تلجأ إليه كل المخلوقات ولا يحتاجه ولأحد وذلك لأن كل المخلوقات فقراء إلى الله تعالى محتاجون إليه دوما فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم ولأجل فقرنا واحتياجنا إلى الله أرشدنا الله تعالى إلى أن نتوجه إليه ونسأله العون والرحمة والمغفرة فقد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم دعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وعليكم أن تعلموا يا أحبابي أن المسلم يتوجه دوما إلى الله تعالى وحده ولا يتوجه لغيره أبدا لأن الله وحده هو السميع البصير بحالنا يعلم عنا كل شيء وهو أيضا سبحانه وتعالى القريب المجيب القادر على كل شيء وهذا التوجه إلى الله تعالى يسمى الدعاء فالدعاء هو أن يتوجه العبد لربه ويطلب منه ما يحتاج إليه في الدنيا والآخرة وهي عبادة يحبها الله تعالى فنحن ندعو الله تعالى لأن الدعاء عبادة أمر بها الله تعالى ولأننا نريد أن يعطينا الله ما نرجوه ونحتاج إليه في الدنيا من رزق وصحة وخير وأن يثبتنا على حسن عبادته وعلى ذكره وشكره أيضا وأيضا نريد أن يغفر لنا ذنوبنا في الآخرة ويدخلنا الجنة حتى نكون من الفائزين بالدنيا والآخرة رائع يا أحبابي والآن من منكم يستطيع أن يخبرنا؟ هل الدعاء مهم في حياة المسلم؟ أحسنتم يا طلاب المجتهدون؟ نعم هو مهم في حياة المسلم لأنه عبادة يحبها الله تعالى فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الدعاء الدعاء هو العبادة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حكى القرآن الكريم أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء ويطلبون منه سبحانه ما يريدون من يخبرنا بدعاء أحد الأنبياء لله تعالى؟ والذي درسناه وجاء في القرآن رائع رائع أنتم طلاب مجتهدون درسنا قصة آدم عليه السلام ودرسنا دعاءه هو وزوجته لله تعالى حين قالا كما قص القرآن الكريم فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم وهناك يا أبنائي أنبياء آخرون دعوا الله تعالى جاء وجاء ذكرهم في القرآن الكريم فقد دعا زكريا عليه السلام ربه فقال كما قص القرآن الكريم قال الله تعالى قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال رب هب لي من لدك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم كذلك دعا أيوب عليه السلام ربه ليشفيه من مرضه فقال كما حكى القرآن الكريم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم كذلك كان خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى في كل أحواله فقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كلما استصعب عليه أمر دعا الله فقال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا وعليكم أن تعلموا يا أبناء أن الله تعالى لا يرد دعاء عبده أبدا طالما استوفى الشروط وتلك الشروط حددها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّى على الصلاة وللدعاء آداب هامة يجب أن يراعيها المسلم وهي رفع اليدين بالدعاء لله تعالى ثم الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ في طلب حاجتنا ونختم الدعاء بذلك أيضا من آداب الدعاء أيضا يا أبنائي أن نتحرى الدعاء في أوقات يستحب فيها الدعاء وهي أوقات كثيرة منها وقت السجود وذلك لأننا نكون قريبين من الله تعالى جدا في سجودنا لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوقات استجابة الدعاء الوقت الوقت بين الآذان والإقامة وأخيرا من أوقات استجابة الدعاء عند نزول المطر وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى دوما عند نزول المطر ويقول اللهم صيبا نافعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وختاما نكون قد تعلمنا يا أبنائي أن الدعاء الدعاء هو التوجه إلى الله تعالى بالسؤال وطلب الحاجة وأن الدعاء هام في حياة المسلم فقد قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة وأن الأنبياء جميعا كانوا يتوجهون إلى الله تعالى بالسؤال والدعاء وطلب الخير في الدنيا والآخرة وأن للدعاء شروط وضحها لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهي أن لا يكون في إثم ولا قطيعة رحم وأن من آداب الدعاء أن نرفع اليدين بالدعاء لله تعالى ثم نثني على الله تعالى وأخيرا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ في طلب حاجتنا ثم نختم الدعاء بمثل ما بدأنا به وأن نتحرى الدعاء في أوقات يستحب فيها الدعاء وهي أوقات كثيرة منها في السجود وبين الآذان والإقامة وعند نزول المطر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أبنائي درسنا اليوم عن الدعاء فهيا نبدأ نعلم يا أحبابي أن خالق الكون ومدبر أمره والذي يرزق مخلوقاته كلها هو أحسنتم إنه الله تعالى هو من خلق الكون وهو دبره وهو الذي رزق مخلوقاته فهو الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو وهو الذي لا تنفذ خزائنه أبداً ولا يستغني عنه أحد من مخلوقاته لذلك لذلك فهم دائماً ما يلجأون إليه بالعبادة لأن الله هو نعم أحسنتم هو الصمد الذي تلجأ إليه كل المخلوقات ولا يحتاجه لأحد وذلك لأن كل المخلوقات فقراء إلى الله تعالى محتاجون إليه دوماً فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم ولأجل فقرنا واحتياجنا إلى الله أرشدنا الله تعالى إلى أن نتوجه إليه ونسأله العون والرحمة والمغفرة فقد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم دعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وعليكم أن تعلموا يا أحبابي أن المسلم يتوجه دوماً إلى الله تعالى وحده ولا يتوجه لغيره أبداً لأن الله وحده هو السميع البصير بحالنا يعلم عنا كل شيء وهو أيضاً سبحانه وتعالى القريب المجيب القادر على كل شيء وهذا التوجه إلى الله تعالى يسمى الدعاء فالدعاء هو أن يتوجه العبد لربه ويطلب منه ما يحتاج إليه في الدنيا والآخرة وهي عبادة يحبها الله تعالى فنحن ندعو الله تعالى لأن الدعاء عبادة أمر بها الله تعالى ولأننا نريد أن يعطينا الله ما نرجوه ونحتاج إليه في الدنيا من رزق وسحة وخير وأن يثبتنا على حسن عبادته وعلى ذكره وشكره أيضاً وأيضاً نريد أن يغفر لنا ذنوبنا في الآخرة ويدخلنا الجنة حتى نكون من الفائزين بالدنيا والآخرة رائع يا أحبابي والآن من منكم يستطيع أن يخبرنا؟ هل الدعاء مهم في حياة المسلم؟ أحسنتم يا طلاب المجتهدون نعم هو مهم في حياة المسلم لأنه عبادة يحبها الله تعالى فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الدعاء الدعاء هو العبادة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حكى القرآن الكريم أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء ويطلبون منه سبحانه ما يريدون من يخبرنا بدعاء أحد الأنبياء لله تعالى؟ والذي درسناه وجاء في القرآن رائع أنتم طلاب مجتهدون درسنا قصة آدم عليه السلام ودرسنا دعاءه هو وزوجته لله تعالى حين قالا كما قص القرآن الكريم فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين صدق الله العظيم وهناك يا أبناء أنبياء آخرون دعوا الله تعالى وجاء ذكرهم في القرآن الكريم فقد دعا زكريا عليه السلام ربه فقال كما قص القرآن الكريم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال لرب هب لي من لدك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم كذلك كذلك دعا أيوب عليه السلام ربه ليشفيه من مرضه فقال كما حكى القرآن الكريم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم كذلك كان خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى في كل أحواله فقد كان الرسل الكريم صلى الله عليه وسلم كلما استصعب عليه أمر دعا الله فقال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا وعليكم أن تعلموا يا أبناء أن الله تعالى لا يرد دعاء عبده أبدا طالما استوفى الشروط وتلك الشروط حددها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّى على الصلاة والدعاء وللدعاء آداب هامة يجب أن يراعيها المسلم وهي رفع اليدين بالدعاء لله تعالى ثم الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ في طلب حاجتنا ونختم الدعاء بذلك أيضا من آداب الدعاء أيضا يا أبنائي أن نتحرى الدعاء في أوقات يستحب فيها الدعاء وهي أوقات كثيرة منها وقت السجود وذلك لأننا نكون قريبين من الله تعالى جدا في سجودنا لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوقات استجابة الدعاء الوقت بين الآذان والإقامة وأخيرا من أوقات استجابة الدعاء عند نزول المطر وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى دوما عند نزول المطر ويقول اللهم صيبا نافعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وختاما نكون قد تعلمنا يا أبنائي أن الدعاء هو التوجه إلى الله تعالى بالسؤال وطلب الحاجة وأن الدعاء هام في حياة المسلم فقد قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة وأن الأنبياء جميعا كانوا يتوجهون إلى الله تعالى بالسؤال والدعاء وطلب الخير في الدنيا والآخرة وأن للدعاء شروط وضحها لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهي أن لا يكون في إثم ولا قطيعة رحم وأن من آداب الدعاء أن نرفع اليدين بالدعاء لله تعالى ثم نثني على الله تعالى وأخيرا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ في طلب حاجتنا ثم نختم الدعاء بمثل ما بدأنا به وأن نتحرى الدعاء في أوقات يستحب فيها الدعاء وهي أوقات كثيرة منها في السجود وبين الآذان والإقامة وعند نزول المطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر